إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله ومسية طيبة اليوم نحن الخميس 19 أوت 2021 عشية الجمعة الموافق للأسبوع 131 من الحراك الشعبي في الجزائر يوم 19 أوت هو كذلك عشية ذكرى عزيزة على الجزائريين ذكرى لتاريخين مخلدين بالنسبة للشعب الجزائري معارك ناحية الشرقية نواحي قسنطينة وكذلك استشهاد شهيد زيغوت يوسف رحمه الله وعدد من إخوانه المجاهدين الأبطال ثم كان في سنة بعدها في 1956 المؤتمر الهام في مسيرة الثورة الجزائرية مؤتمر الصومام الذي كان محطة هامة في إطار النضال الشعب الجزائري لإسترجاع استقلاله ورغبته خاصة في بناء دولة حقيقية مستقلة ذات سيادة ذات مرجعية شعبية ولكن الذي نراه مع هذه الفرحة التي تغمرنا إلا أنه في نفس الوقت هذا الأسبوع نرى أن حسب أرقام رسمية تجمعها في الحكم العصابة وكأنهم كذلك يفتخرون بذلك وزارة الدفاع تقول لك اعترضنا في ما بين 12 أوت و17 أوت أكثر من 400 من الجزائريين الجزائريات اللي كانوا حارقين حارقين في القوارب الموت للأسف للكثير منهم هذو اللي شدوهم خلي اللي نجحوا ومشاوا خلي اللي للأسف ما وصلوش ولا غرقوا ولا ماتوا رب يرحمهم جميعا ويلطف بيهم فعندما الإنسان يشوف هذا الشيء يقول أين الخلل أين الخلل كيف لنا أن هذا الشعب العظيم اللي يمشى في مسيرة تحتحرر وحقيقة الحمد لله ترد الاستدمار والقوة الغاشمة التي طغت على هذا الشعب الأبي ولكن المسيرة لم تكتمل المسيرة لم تكتمل كما يقولوا كانت طيحة ونوضة كانت أوقات يرجع الأمل كانت أوقات يطغى فيها الباطل يتغول فيها أذناب حتى المستعمر خلى أولاده فيه الطغيان العسكراتي وإذا ذكرنا مؤتمر الصمام تعرفون بالضبط ماذا نقصد كيف اليوم أصبح يتغول العسكري من الناحية السياسية على الحكم في بلادنا وهذا للأسف منذ الوقت اللي شوية بعد مؤتمر صمام بدأت المؤامرة إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم ورغم الحركة الشعبي اللي أعطى أمل كبير ولزال وأكد على هذا الموضوع إن كثير من الناس ربما القمع التخويف الظلم الاستهتار بالشعب ربما يدخلهم الشك لكن هذه محطات ربما ضرورية ربما طبيعية المسار التحرر من الاستعبار الفرنسي كان مر بمراحل أقبح وأقسى وعلى آخرها اللي حتى قريب كان يتحقق الاستقلال تعرفوا وش صراء في تاريخنا من إجرام الوايس ثم دخول جيش الميسمة جيش الحدود اللي حارب المجاهدين في الداخل آلاف قتلوا على أيديهم فقط للسطو على الحكم فهذه المراحل ربما في تاريخ التحرر عادية للأسف هذه سنة الله في خلقه لكن الأمل قائم علش الأمل قائم لأن مدام فيه أحرار وحرائر رجالا ونساء يؤمنون به هذه المبادئ بضرورة النضال الشريف النزيه السلمي من أجل إقامة الدولة الجزائرية المنشودة اللي مدام تكلموا على عشرين أوت اللي كانت أمل أمثال زيغوت وبالمهيدي وألاف وعشرة آلاف من إخوانهم وأخواتهم اللي ضحوا بأنفسهم سيبقى هذا الأمل قائما وحتى بعض الاستقلال آلاف آلاف اللي ضحاوا مساكن ولا ظلموا ولا نكل بهم ولا قتلوا إلى آخر شهدائنا في هذه المأساة على الحرائق للكثير منهم سواء من الناس اللي يمشون ويطفون النار من المواطنين ولا من الجنود اللي رب يرحمهم توفاوا في هذه المآسي ولكن ما زالت المسيرة طويلة ما زالت المسيرة طويلة وما زال عنا نظام مستبد يراوغ دخل الخوف والهلع تصرفاته ما تقدر تنمو إلا من نظام فاقد للشرعية ويخاف من شعبه راح نحلل هذه النقطة بالذات لأن ما نرى هذه الأيام هو إما جنون إما نظام في حرب مع شعبه في حرب في داخل أوساطه هذه واضحة الآن في الصراعات الآن قوية ويريدون أن كما يقول يمسحوها في الشعب وصلوا الأمور إلى جرائم نكرى مثالها الجريمة البشعة التي راح ضحيتها رجل من رجال الحراك الشعبي ما نسوش هذا الشيء جمال بن سماعين ربي يرحمه من الوجوه اللي كانت منورة الحراك ومئات الآلاف كما هو وشفت آلة الغدر آلة التهويل وليس فقط ناس جاءوا هكذا كلها لا الآن بدأت الأمور تتضح وحقيقة الموقف والمسار والتهم اللي رايح بتروج لها العصابة عصابة الدمار عصابة الفشل تبين أنها طالعة علاش واحد معارض علاش واحد مرة أحب يفهمون منطقة منطقة القبائل وكما يقولون ربا عذر أقبح من ذن شوفنا ذك النهار تبون يعني يمشي ويروح الأربعان ثلاثا ويقول لهم لا 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 أنا عرف المنطقة وكتوالي فيها ومش ناس على الأربعان ثلاثا ليس هذا 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 في القرن 21 ما زال نتكلم بهذا المنطقة العرشية وهذه منطقة يدير وهذه منطقة لا يدير الجريمة يديرها مجرم وب يعني ميزان القانون والعدالة الجريمة يكون عندها الإنسان المجرم مسؤول عنها كشخص ما نقدرش نحملوا ناس ولا نقول الناس لربعان ثلاثا داروا لما داروش هذا يدعي أنه يمثل سلطة ما نقول رئيس لأنه ما وش رئيس ما عندوش الشرعية لكن على الأقل يمثل سلطة العسكر اللي جابوه على الأقل يرقى المستوى كيفاش هذا ما زلنا في كلام العرشية علاش خطرش أنت تعرف الناس لربعان ثلاثا إذن راك تزكي ويقول ما يديروش علاش احنا نتهمو جيها لا يمكن لا يمكن أن نتهم لا ناس عين صالح ولا نانس قالمة ولا ودرهي ولا دلس ولا أي ما نتهموش ناس هكذا ولا عائلة نتهمو إنسان اثنين ثلاثة مجموعة اللي داروا وثابت إجرامهم نعم لكن هذا الكلام هذا هو بالذات يا تبون المزور لجابوك العسكر هو هذا النوع تعل الكلام هو اللي يمس بالوحدة الوطنية لأن أنت ترى تقول ما مش يديرو الناس لربعان ثلاثا ما لم يكن الناس تعاد دشرة ولا بمدينة أخرى وراح تهيج ناس على ناس والحد الآن ربي يلطف بالجزائر أولا الناس تعال منطقة الحمد لله كان مواقف مشرفة والمجرمين اللي داروا الجريمة النكرة لازم يتعاقبوا ولا شك يتعاقبوا وفق القانون ما نجيبوهم شعنية نمثلوا بهم في التلفزيون وهذا اعتارف وانا من كذا وهذا ظهر باللي مش عارف من الماك حتى اذا دار واحد من الماك ينتسب الماك ودار جريمة الانسان دار الجريمة هذا القانون يقول اللهم اذا لقيت ادلة بالاجتمع كما كنت تقول مجلس الماك ومحضر وقالوا روحوا ديروا حرائق وقالوا وقتلوا وكذا صح هنا تصبح التنظيم لكن انسان هذا اذا ثبت ننتكلم مليح ايذا لان مزال الايام تبين اشياء احنا بالنسبة لنا عملنا تحليل في اول اليوم وقلنا ان هذا الوزير الداخل اول يوم من الحرائق حرائق اجرامية وراه كاي الناس ونحوسوا عليهم هذا اعتبرناه تأجيج للمواطنين وجرهم الى كما يقول عدالة الشارع عدالة الانتقام والتنكيل هذا هو الكلام بتاع السياسي اللي كان نتيجته الجريمة النكرى اللي راح ضحيتها بطل الحراك وبطل الجزائر والشهيد ان شاء الله جمال بن سماعي ومرة اخرى لو لا المشاء الله الموقف المشرف والده وعايلته وكل الشرفاء لكان ربما ندخل في كارثة لا لا سمح الله الحمد لله كاي الناس شرفاء والجزائر تعترفنا بذلك وكذلك الروح التضامن ما بين المناطق ما دخلوش في هذه الفرقة اللي حب يديرها العصابة الحاكمة هذا قبائل وهذا كذا وهما طبعا عندهم حسابات حساباتهم اللي بشكلوا واضحين من الناحية السياسية فيه جناح في السلطة حاب يعاقب ويضرب منطقة القبائل اللي استعصات عليه بموقفها في الحارك هذه هي القضية ما كان قضية أخرى فإذا الشيء اللي شفناه للأسف يدل على أننا عندنا ما زال عصابة تضرب خطة عشوة صراع أجنحة ما زال قايم ورح نتكلم على الكلام اللي رأيت تلفظ به تبون صراحة غير مقبول لا سياسيا لا أخلاقيا لا قانونيا ورح نعطي أمثلة من ذلك ومن باب هذا التلعثم والارتجال وعدم التفكير فيه معناش رجال دولة في هذه العصابة حتى في تسيير الأزمات الأزمات قد تنزل لا قد ضر لا غدوة قد يجينا حادث قطار كبير ولا زلزال ولا فيضان ولا حرائق الدولة المحترمات كن كما قل مجدر وحال الأشياء بالأجهزات على الحماية المدنية الجيش زل زم الأمر جهزة الأمنية الأجهزة الصحة الوقاية لغاية لكن احنا مش لأن هذه الأجهزة رهي فاشلة الأجهزة تديروش اللي عليها اللي قدرت شفنا مثلا أبطال من رجال الحماية المدنية كعمال في الميدان لكن العصابة اللي تتصرف كارثة مثلا الناتق الرسمي تعل حماية المدنية قالوا له واضحة يعني لأنه ما عندوش مجال كيجيبوه يحضر في الوسائل الإعلام الرسمية وغاية الأنباء الجزائرية راقلوا له واش تقول العصابة قال لك احنا كنا فكرنا وما نسحقوش طائرات هذه الطفي المال كانادر نحتاجوش على طبعا احنا ما ناش مختصين في الحماية المدنية والمحاربة للحراق نثق في اخواننا المختصين هذا من هذا هو المنطق يقول لكن الجهة السياسية اللي راه خضات عملة عملية سطع الحكم لها مسؤولية كبرى لأن التقني اللي يقوم بشيء اذا كانت القرار السياسي ملخبط ولا يضرب خطع عشوة لا يقدرش يخدم خدمته وهذا نشوفوه احسن مثال تحبوه طيب قلت هذا الناتق الرسمي تعل الحماية المدنية قالوا له قوله وقال هذا بعد الحراق وبعد ما تبهدل هذه العصابة وظهرت الفشل التحشني كما سرى من قبل في أجمة الأكسيجان والماء وكلها ومجتمع المجلس على الأمن وتبون نعطى توصية هذا تبون يعرف ما شاء الله يعرف كل شي احنا نعرف عليه باللي مزور وجابوه العسكر نقطة إلى السطر ما يفهم فيها أي شيء في الأمور ما يقدرش يعطي تعليمات علش ما يقدرش لأن الأجهزة تعد دولة فاقدة للشرعية والناس اللي جابهم تبون المزور من نفس الطينة كما هو وش نشوفو شوفو وش تدخل لنا بعد ذو كنشوفو التاريخ في موقع الوكالة الأنباء الجزائرية ذو كننطي لكم الصورة يوم سبعتاش قوت يعني قبل يومين قال لك الوزارة الدفاع سنن نبعد شوية الصورة باش تشوفوها مليح عفوا نقول لها نقربها هذه في موقع الوكالة قال لك وزارة الدفاع راه في مشاورات باش تشري أربعة كنادير هكذا قروا يومين من قبل ما يحتاجوش بعد كي تبهد لهم بعد جاءت الدول بعض الدول عونتهم والحمد لله يعني تفات النيران فاقوا باش تأخذهم هذه العزة تعال إذم وشو لكن التصرف يتصرف أولا علش وزارة الدفاع هي اللي تشري طائرات للطفيل الماء علش اللي تشري طائرات طفيل الماء هي الحماية اللوات مدنية اللي تتابع وزارة الداخلية هذا المنطق لو كان جاءت تسلسل ولا عمل تسيير تعدولة عادية محترمة لحنا وزارة الدفاع باش يجي يقولون الجيش الوطني الشعبي الجيش الوطني الشعبي أولا لازم يصرى في وسطه تمحيس و نعم كما يقولون انكت بحث علش بحثوا ماتون قرابة 30 من جنود شباب علش يقول اللي يبعثهم بوش من الطريقة وعلش ما كانش في عملية عنقاذ و وشن هذا التصرف لازم الشعب من حق ويعرف هذا هو مولاد الشعب هذا هو الجيش تعال الشعب فإذا ولكن شوف يعني ما نقولش عدم الكفاء لن نبعاد على الكفاء شوف هذا التصرف كنا سبياني كي نقرأه نقرأ بالفرنسية تitable يقول لك يا نقرأ كنP يعني في تعال خواني كلم تعال رنمي مندال أو وعلى نقرأ في أشياء لا توجد ما تقول لك المعايير الدولية سمع كثير عند العشابة ومن وقت بوت في لقاط لا تدرون هذا الوزير الذي كان يقوم بنا في الطرق ويقول لك ونورم انترنسيونال ولا البعض سمعتهم يتكلمون وقال لك لالجيري لازم جزائر لازم دير بلان أورسيك خطر هذا يسمعوا في فرنسا وشكاين ويطبلوا لنا نفس الشيء أورسيك هذا نظام تحماية في فرنسا ما وش نامط دولي ولا طريقة عمل متفق عليها دولي فرنسا لماذا تطبقوا حتى تأخذوا حاجة على فرنسا خصوصيتها وما دروا على رواحهم ومعرفين شو ما يدروا في بلادهم لا سهل عليهم أما احنا لماذا نقولوا أورسيك وش دخل أورسيك في الجزائر يعني من كما هذا الإمع يتبع في سيدو ومش عرفتها وشي يتبع ولا يقول لك هذا الطريق درناها ونورم انترنسيونال ما كانش لأن النورم انترنسيونال في اتفاقية دولية كان بعرها معروفة لكن الطرقات وتحبوا تعرفوا اللي ما كانش مثلا الشي اللي يعرفوا العام والخاص فيه بلدان الصياقة على الجانب التعلياسار وفيه اللي عندهم على الجانب اليمين فيه بلدان يقول لك تمشي في النهار لازم تشعل الضوء بلدان لا لا ما كانش النورم انترنسيونال كاين دي نورم في كل دولة تقنن حسب طارة فيهم ورد كثير مشتركة حقيقة فيه قاعدة عامة لكن ما نستعملوش هالكلم في الفراغ والآن يقول لك دولونومي مونديال ما لا طائرات تشيريها من عند من عند صحاب القصدير ولا تروح تشيرها في السوق تعدلالة ولا وشنونها تقولون كلم زايد لا يعني شيء وتقاررك تاخذه في يوم أنا نعرف نعيش في دولة باش يشروا طائرات حربية في منظور استراتيجي أولا يحسبوا دايما عشر عشرين سنة من قبل دائما فيه مخطط بعد عشرين سنة وهذه الطائرة نشرها الدوم عشرين ثلاثين سنة بالصيانة التاحة وعشر عشرين من قبل يبدوا يشوفوا ويبحثوا ويجربوا ويرجعوا والشعب يقرر والبرلمان يبحث والخبارات والأساتذة على الجامعات يعطوا آراءهم نحتاجوا على ثلاثة وعشرين طائرة أو لاثنين وعشرين من هذا النوع أو لكذا يعني تشوف ناس تفكر بجد أما احنا قال لك الشنقريحة جاء قال لهم الطيارة مليحة جيبوا لي منها ربعة جيبوا لي ربعة سمعوا مليح الرقم كاتر بومباردي أمس تلاقى ما يسمى مجلس الأعلى للأمن راح نقول الأعمى وربما هذاك هو الصح طبعا تكلموا على موضوع حنجيليه وفي لخر قال لك هانا نقرأه مع بعض بهذا الفقرة طبعا موجودة في وكالة الأنبال الجزائري الإخوة اللي ما شوفوا في الشاشة ما نيش نجيب من عندي وكالة الأنبال الجزائرية وش يقول لك كلف رئيس الجمهورية الجيش الوطني الشعبي بيقتين ست طائرات ست طائرات لمكافحة الحرائق ارتجال هكذا قالوا نجيب وربعة لا لا نجيب ست آخر ونعرف واحد مليح في الروسي يدير ناسه كل يرام يشروه في السوق الدلالة ولا راح يشري في الدلاع يناس نعلوا بليس هذه الأمور تعطيها لجنة خبارة مش معناها كهلكتوها عشرين سنة تزيد وتعلكوها بعد وتجيبوا طائرات وصرت لنا مقبل صرت في وقت القايد صراوا طائرات سخوي وظاهرة بلي فيها عيوب كبيرة لنا الارتجال والقرارات هكذا جزافا بدون تفكير أولا علاش ربعة علاش مشي ستة أنا شفت مثلا اليوم هاو خبار خرج في فرنسا حراك قلم اللي صارت عنها في جنوب فرنسا كاين على الأقل تسعة كنادين راومي يحاربوا في النيران ما نيش نقول نجيبوا تسعة أنا نعطي برك في معلومة لكن لو كان جا عملتها جد يا سيدي الناس تعد حماية الوطن المدنية ربما خبارة من أجهزة أخرى علاش مشي خبارة من أساتذة يدرسوا الموضوع ياخذوا أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر ستة شهر معليش أمور هذه لازم تدرس بجد وش من النوع نحتاجه وش من البلاد وش من كذا ومبعد فيها عملية أخذ ورد من حيث السعر من حيث الصيانة من حيث حال يشدوننا من حيث التكوين من حيث إمكانية تطويرها عندنا في المستقبل نجيبوا طائرة ربما نحن نتعلموك فش نخدموا بعض الأجهزة نتاحها فهذا عمر يتطلب وقت واجهد مش انت هالك هاي عشرين سنة ومبعد تجي ولماذا الاخرين الكاناديين والفرنسيين والطاليين والإسباني والإسميلي حبيت هذين يبيعون في الأخر هذا ليس هذا انتقاس للتعروس ممكن هم الأحسن ممكن لست أدري لكن الطريقة على التصرف يعني 17 أود نحتاجه ربعة يوم كذا الرئيس قال لأجيبوا ستة هو يعرف يعرف طيار كبير ويعرف حارب الغابات ويعرف كيف حدد المغرب ويعرف كيفش يهدد صهاينا ويعرف كيفش يقول باللي راشاد والماك إرهاب ويعرفوا يعرفوا كل شي هذا بطل خله وحده في الساحة بينما نحن عرفون صفر على صفر علش اذكرت هذه القصة لأن الشي اللي داروه ثاني في هذا مجلس الأعلى للأمن ترهات ترهات قال لك بالله هذا الحرائق وقتل جمال بسمعيد رب يرحمه المتسب فيه منظمتين رهابيتين أولا الرد على هذا الشي بطريقة رسمية جاء هاوليكم في باش باش ناخذ الصفحة من موقع حركة رشاد ديروا اليوم هنا حركة رشاد أصدرت ليلة أمس بيان للرد الواضح على ما يسمى هذا المجلس أعلى للأمن وطبعا حتى الرد درناه من باب حتى لا نترك حجة أما المضمون لا يستحك حتى الرد هذا فقط من باب قانوني بالليه حركة رشاد تنفي هذا الكلام الذي لا أساس له لا من الصحة طبعا ولا يستند لا ما كان حتى قارينة ولا نقول ها كان وقل حاجة وهنا كلام فارغ ولا هذا اللي يسمون المجلس الأعلى كما تكلموا على الطائرات تاعة الحارق كما تكلموا على الإرهاب كما تكلموا بينما التحري الحقيقي العلمي الموضوعي اللي يخلي الناس تثيق تقول نعم كان السلطة راح تتكفل راح تبحث الموضوع على شرات حرائق على شرات بها الطريقة كيف نفائن وكافحها في المستقبل كيف نجند وسائل الدولة لاستعمالها ماذا بينا يكون هذا الشي ماذا بينا حتى ولو كانت عصابة لنا دي في مصلحة الجزائر لكن هذه العصابة لا تحسن شي لا تحسن لا توجيه التهم لا خطاب سياسي لا خطاب استراتيجي لا اقتناء أدوات لا توفير شروط العمل سمعنا كل المختصين اللي الأطباء يشتكو الناس عن حماية المدنية في الميدان يشتكو من هذه العصابة وقرارات الارتجال التي لا تمت بأي روح أسئولية ولا قدرة ولا كفاء ونحن عارفين علاش لأنه لا يمكن واحد مزور جابه العسكر يكون على رأس النظام اللي يحسن التصرف لا يمكن رح يجيب إلا الطماعين ولا السراقين ولا اللي طبلوا وأقبح من ذلك وهذه نحن نوصل لهذا النقطة لأن تابعنا الكلام هذا اليومات تسلسل تعلوتيرة تعتبون بدأها بواحد الاسلوب غير لائق نحن نترفع عنه بدأ يقول هذا اللي شركوا في فمهم في الخارج نلهوا بهم عارفين يقصد وبالمناسبة أمس أخي محمد العربي زيتوت خلال الحصة تعود جاتوا فعلا وكان الناس يشكوا الشرطة البريطانية نبهوا قالوا له راح في عنا معلومات أن فيه تهديد لك ولعائلتك باش تاخد حذرك وممكن يوفر الحماية هنا هذه الشرطة في بلدان بلدان محترمة تعرف كد تعرف واحد مهدد يجو يحموه مش الشرطة لا حول ولا قوت إلا بالله خلات مسكين جمال بن سماعين إسراء وللي إسراء ومبعد يقول لك لا غالب ما قدرناش وما حبيناش هذيك الأعذار الواهية كيفاش هذا ما ما قدرناش باش يتحبسوا الحراك وتقمعوا الناس وتظلموا وتطغوا عليهم لا تقدروا واحدة باين فيها أقل شي أقل شي في موقف الشرطة هناك إما جاهم أمر باش كلهم خلوا باش تخلاق من جهات على هذه علبة السودة على المنكر إما عدم كفاءة إما إرادة لإشعال نار الفتنة في المجتمع هذه هي الأجهزة الأمنية إحنا لو كان جعلنا مجلس على الأمن حقيقي كان يعمل على الفور تحقيق فوري وش صراه في هذه البلاد ما تجيش تتحكي حكاية فيلم هند والماك وراشاد ودار وش عندك طبعا مش هنتكلم عن الماك لكن قلنا مرات عديدة نختلف مع الماك في مواقف سياسية واضحة ومعروفة يعني ما نعيش نكرر لكن ما نقدرش أن نصدق توهم من هذا النوع ضد الماك وش مصلحة الماك وش علاش دير هذا الشي غير معقول وزيد وكان حتى دليل كانش كلام في الهوى وفي الفراغ فلذلك هم على كل حيردوا على نفسهم وكذلك نفوا هذا الشي أما فيما يخص حركة رشاد إحنا هذا الكلام لا يهمنا لا من قريب ولا من بعد عارفين نجحهم يديرو فإذا نقول تبوا نبدا بهذه القضية لي يشركوا في فمهم كلام قبيح لا يليق لا يليق حتى واحد رئيس اللي جابته العصابة المفروض ما يتكلم مش هكذا ومن بعد واللي يقول في مرحلة أخرى سمعنا يقول هذا أصحاب دولة مدنية مشي عسكرية اللي يعطاهم الجيش طريحة في التسعينات هذا هو الأسلوب تاع واحد اللي يدعي زعم رئيس تاع ولو جابتك العصابة هذا هو العلاقة بين الجزائريين هذا يعطي طريحة الآخر وهذا يقصي ويستأص الآخر نحن مرناش نحن مترفعين رشاد نحن نؤمن بالعمل السياسي الراقي السلمي ونود أن يكون التوافق بين الجزائريين حتى معاكم أنتم يا عصابة حتى معاكم أنتم نستعمل هذا نعم ننتقدكم بقوة لأنكم فاشلين وهذا كلام سياسي مش تعشتمون فاشلين ما عندكم مش قدرات سطو على الحكم بسلاح ديتوا الحكم هذا هذا واقع سياسي لكن في نفس الوقت قلنا مرارا تكرارا أنتم دفات يعني بالفعلا في السلطة أنعلوا بليس واتفقوا مع شعبكم وديروا حل لبناء دولة حقيقية ديمقراطية على أسس دولة القانون هذا الفرق بيننا وبينكم نحن نؤمن بالعالم عمل المتحضر بالعمل السياسي الراقي الشريف الذي يريد الحل التوافقي للجزائر حتى نجنب هالوولات أما أنتم فتتكلموا على الطريحة واللي شرك فمه والأمس هذا مجلس الأعلى للأمن وشي رجع قال لك الاستئصال هذا الناس من الجذور رجعنا الاستئصال يعني أنتم اليوم رحين تقتلوا الجزائريين هذا هو معناها عارفين رحين ذكرت تبدأ وتعتقلوا ناس وهذا ماك وهذا رشاد واللي فيه كما قلت كون في سلوبكم هذا القبيح قل تلحية اللي فيه الريحة تعرشاد جيبوا خملوا جدوا هذا تكلموا بناتكم نعرف نعرف الآن احنا عنا معلومات مش قول هذه المعلومات علش تبون رأي تصرف بطا اللينا غير معقول غير معقول علش يقدموا فيه تبون معلوم اللي جابوا ودخلوا المرادية هو القايد صالح معروف هذا ماوش لا انتخاب ولا ش جابوه بالدبابة وقالوا هذا هو الرئيس اللي داروا قايد صالح قايد صالح مات مات راح جماعة اللي جات بعده هو كان شعل فيهم النار جناح تاع هذا اللي مايتفاهم شمعهم العصابات اللي بيناتهم الآن هذيك اللي خرج فيهم قايد صالح رغم رجعوا الآن تبون القاروح في مأزق ولي نعمته مات خلاه القاروح كما يقول كلمية بين غسال وبين هذا الجماعة المافيا اللي بدأت تضرب في جماعة قايد صالح هذا أبو عز وسيني هذا كذا هذا كذا وخلي وخلي وكتعرفوا القصة وثلاثين الليواء في السجن الآن الظاهر بكل وضوح أن هؤلاء السقور اللي منهم كثير من المجرمين اللي كان عندهم يد في الإجرام في التسعينات حبوا يرجعوا نفس الأسلوب وراهم يدفعوا في تبون لأنه هو الواجهة السياسية تاحهم باش يستعمل هذا الأسلوب فلذلك احنا سراعنا هذا تبون إلى في زاوية معينة مسكين يقول ولا يطيروا به وممكن ينحوه وارد جدا يعني هذا الأيام بناتنا وما يطولش ما يطولش لأنه عنده لا سلطة شعبية اللي جابوا ولي نعمته راحوا وخلاه وما ننسوش بلي وثاني من ولي نعمته كان بودفليقه ولي كان كي كان يخي يكتذكر السلطة بون كي كنت تسبح بحمد عبد العزيز بودفليقه ما تهم رأي الوثايق موجودة فهو الآن راهينا بين هؤلاء السقور تاع العصابة الجنح اللي تغلب على جنح قاية صالح وهذا جاب فكر التسعينات لأنه شفوا حتى الاسلوب الاستئصال رجعنا للاستئصال تستعصدوا شكون تستعصدوا الجزائريين انتم كولون انتم مجرمين انتم في مهمة القضاء على الجزائريين واشتيروا لكم هذا راشاد واشتيروا لكم يمشوا بسلمية التهم تعملوا هذيك اللي تديروا فيها وزيد التهويل مع المغرب احنا المغرب طبعا فيما يخص حركة راشاد موقفنا من النظار المغربي واضح ولذلك تجدوا انهم في الكلام حتى المجلس الامن يقول لك حب يلسقها بالماك الله علم علاقة بالماك بالمغرب أنا لا لست هنا لأتهمهم ولا لبريئهم ليس لعلم القضية للأسف احنا كان عندنا مأخذ على الماك وهذا قبل سنين قل له في اتصال ومع الكيان الصهيوني هذا بالنسبة إلينا مفارقة كبيرة ما نقدرش نقبلها لكن من حيث الفكر ماك تيار سياسي طبعا نقوله بكل وضوح لا نقبل هذا الخطوة ولا تعال المجاملة مع الكيان الصهيوني هذا ما أبدا الرشاد حركة وطنية وعندها مبادئ قوية في هذا الباب موقفنا من نظام المغربي احنا قلنا اهتكرار مرارا طبيعة النظام المغربي تشبه النظام العصابات عندنا هم عندهم المخزم احنا عندنا الجنرالات هم قمع الحراك في الريف واخوان احنا اللي في الحراك في الريف فإذن رشاد ما لقوا لهاش وين يدور به القضية عياوي حوس ما كانش حركة وطنية مستقلة وحوس ليل ونهار ما تلقوا حتى خيط مربوط نحن أبناء جيل نوفمبر الحقيقيين الحركة الوطنية التي تريد السيادة والاستقلال التام دون هوادة للجزائر كدولة وكوطن الآن انتم محابين تعلنوا حرب على رشاد رشاد تبقى في سلميتها تبقى في طارقها وما يشرحها تحبس ما تخلعونا لا بالتهديد التعكم لا بالتصنيف التعكم لا بالتحركات البهلوانية التعكم لا بالمجلس على التعكم لا في التبون المسكين اللي طبعوا فيه يقول في كلام رغم أنفو المجرمين اللي رجعوا ربما وهذا هو الواضح تعجمع التسعينات لأيام بناتنا لأيام بناتنا الوطنيين من الضباط هذا ما عندنا مشكلة معهم المجرمين اللي ثابت إجرامهم بحكم القانون بكذا يجي النهار وانت تحاسبوا أمام العدالة المستقلة وإحنا ناس تعشرف إحنا ناس تعقانون وتذكرون سواء العبد الضعيف ولا محمد العربي ولا مواقف حركة راشد حتى أنها لشدوا التوفيق محمد مدين لا تذكرون إحنا قلنا إذا يتشارع وفق القانون هذا هو المطلوب لكن لنا سمعنا عاملوه معاملة كينقولوا تعذبوه ولا ضربوه إحنا لا نقبل ذلك إحنا نستع تعم بادي ونستع تعقانون ونستع شرف حتى الناس اللي نختلف معهم حتى المجرمين يعاقبوا وفق القانون في إطار احترامهم كبشر في احترام حقوقهم حقوق الإنسان انتحهم مش كما انتوما راح انتستأصلوا والطريحة وتنتقموا من الشعب إحنا نتعامل مع الناس كل كجزائرين حتى لنختلف معهم ومسارنا ومسار سلمي حضاري لبناء دولة القانون دولة المؤسسات ويستي يتم ذلك تجيل إيام و تروح و تبقى لا أنت لتبون ولا لجابوك ولا لرغم يفرضوا عليك في إملاءات قل لكم هباء منطور لأن لا مبرر لكم ونظن هذا التصرف تخطع شوات على هذه العصابة تخلهم الرعب نحن على وجوهنا الأمل والنصر اللي جاء وانتم ووجوهكم يظهر فيها الرعب و والتخبط فهمتوا كما يقولوا من الناحية الأخلاقية مورالما فوزاريت بردو وإن شاء الله بوليتيك معا قريب فلذلك إخواني وأخواتي روح الحراك قائمة وجه التحرك في طار الحراك معلش هذه مرحلة خمول معلش لكن راح يرجع بقوته لأنه انطلاق شعب على مبادئ صلبة من أجل الوطن من أجل الحقيقة من أجل العزة والسيادة لهذا الوطن وسينتصر هذا الشعب أما العصابات يديها الوطن اللي يمكر بهذا الشعب ما يقدرش ينجح وكل ما نراه من تخبط للعصابة هو آذان بهزيمتها وذهابها هباء منطورا شكرا لكم تحية الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته